موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الباحثة والكاتبة الأردنية صفاء الحطة تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد صحوة القصبة نور يتسلل من شباك الغيم إلى الشرفة ويعود يسابق صوت الريح ليحجر أروقة القصر في القصر فتاة شاحبة تتجرع ألم الآمال وتصف الخيبة فوق الخيبة في صمت لا تدري حتى ما تظل تمارس تقص الخوف وتنسج أكفان الذكرى ذكرى لرجال قد هدموا بنيان الليل بهمتهم وبنوا للشمس منارات تستجلب أقواس النصر وتكسر أغلال القهر للقصر نوافذ معتمة لا نور يبدد وحشتها لا صوت يآنس وحدتها أسوار طوقها فقد ينساب إلى طرف الدنيا يستمطر فرسانا رحل من غير وداع أو نظرة تركوه يشاطر حزن الأسر فتاة القصر ولم يبصر من يوم رحيلهم الدنيا وفتاة القصر وفتاة القصر تئن هناك وتدعو الفارس كي يرجع ليحطم حزنا كبلها ويميط اليأس ويفتح نافذة الدنيا يشتعل الشوق بعينيها لصهيل السيف بكفيه لبريق المجد بعينيه في القصر تعالت أصوات قد عاد الفارس فابتهجي سيجيء النصر فلا تهني وسيوقد شمع الحرية قد عاد الفارس فلتبكي فالفارس جاء بلا سيف بل إن السيف غدا ورقة وصهيل العزة أزعجه صمت القصبة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب الشاعر السوري ياسر الأقرع هذا كتابي سوريتي وهو إصدار جديد الكتاب يقع في 42 قصيدة طبعا واضح من العنوان أنه يحمل الهم السوري بشكل خاص وطبعا يطرح مشاكل الأمة وما أكثرها قصيدة سوريتي التي حمل الكتاب عنوانها أقول في مطلعها من أي أرض قلت بل قولي سمى سورية الروح المذابة أنجمة خلقت من الألق المعتق وارتقت فغدت لها كل المعارج سلمة وطبعا ليس غريبا على شاعر سوري أن يكون همه الأول قضيته التي يعاني منها منذ أكثر من عشرة أعوام بل زادت على ذلك بسنتين أيضا طبعا هناك قضايا أخرى طرحها الكتاب قضية فلسطين وهي القضية المحورية قضية العراق العظيم أيضا وبقية يعني مشاكل الأمة لكن هذا لا يعني أن الكتاب اقتصر على القصائد إن صحة تسميته الوطنية أو السياسية بل فيه كم من القصائد العاطفية قصائد الحب فهذه العاطفة الخالدة يكاد لا يخلو منها كتاب على الإطلاق ففيه قصائد غزلية وفيه قصائد سياسية أرجو أن يكون هذا الكتاب قد قدم شيئا للمكتبة العربية ولكم جميعا شكرا الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الأعزاء عودا على بدء نتكلم إن شاء الله عن اللوحة الفنية التشكيلية اللوحة الفنية التشكيلية أبعاد الموضوع عنها كبيرة ومتشعبة نختص إن شاء الله اليوم بموضوع المواد المستخدمة في صناعة اللوحة التشكيلية اللوحة التشكيلية كما أسلفنا نحتاج إلى الكانفاس وإطار من الخشب وبعد تثبيته تشكيل الأرضية تبعها اللوحة التشكيلية لوها تستخدم الألوان الزيتية أو الألوان المائية حسب العمل الذي تريد أن تقوم به وحسب الفنان التشكيلي نيتو لإتمام هذا العمل يعني الألوان الزيتية تستخدم بكثافة معينة الألوان المائية بكثافة معينة ممكن نستخدم إحنا تقنية وهي تقنية الأحبار طبعا هنا نموذج بسيط هذا حبر طبعا صيني لكن يستخدم أحبار أخرى مثلا عنا إحنا لوحة مؤطرة نستخدم مادة الكاز مثلا ونستخدم الحبر نبدأ إحنا لسهولة الشرح قد نستخدم سفنجة أو مشحاف مجرود شي تستطيع أن تكون تكوينات غير منتظمة في اللوحة ثم تستخدم لون آخر بتشكيل آخر بمادة أخرى قد تستخدم أبسط المواد يعني تستخدم السفنج تستخدم المشحاف حسب المادة اللي أنت تريد أن تستخدمها أو حسب اللون ممكن تعمل تشكيلات معينة لو نظرنا لهذا الشكل واعتبرنا أن الأرضية لونها أبيض وضعنا لون سكني ثم وضعنا لون أسود فرغنا عملنا شكل معين نستطيع أن نأتي بالحبر ومادة الكاز مادة نفطية طبعا الكل يعلمها ويدمج هذا الحبر مع الكاز ويوضع في الأرضية ثم تحرك باتجاه معين هنا سيطلع لدينا شكل غير منتظم محبب أبعاده عشوائية بعد ما تم تجهيز هذا الشكل تستطيع أن تكتب عليه بخط جميل أو قبل أو تستطيع أن تكون مجهز من البداية أرضية معينة ذات لون وشكل هذه الأرضية تكتب عليها بقلمين رصاص أو بالحبر من خلال هذا الشيء تضع أرضية أيضا أخرى تمازج للألوان تختار ألوان بعناية ومتناسقة مع بعض ثم تتصبح اللوحة جاهزة للعرض أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الباحثة والكاتبة الأردينية صفاء الحطاب تسمح لي أن أرحب بضيفتي أهلا بك صفاء ضيفة على الرافدين وعلى فضاءات أهلا بك أستاذ محمد وسعيدة جدا بهذه الاصطدافة وكل التحية لكل أعضاء فريق العاملين في قناة الرافد أهلا وسهلا بك سعداء بأن نجري هذا الحوار معك الباحثة والكاتبة المبدعة صفاء الحطاب حضرتك أطلقتي مشروعا روائيا يتناول تقديم الحضارات القديمة لفئة الشباب والناشئة بعنوان سلسلة الحضارة المفقودة يعني بدي أن نطلق كيف هي آلية هذا المشروع كيف تقدم للشباب بأي صيغة بأي إطار بأي شكل هذا المشروع سلسلة الحضارة المفقودة يعني رأيت أن هناك احتياجا إلى تقديم ولفئة الشباب هناك جوانب مهمشة من حضارات المنطقة ولا يعرفها هؤلاء الشباب الباحثين عن هويتهم الباحثين عن ذاتهم فقررت أن أطلق هذا المشروع وأن أستهدف كل حضارة برواية أو أكثر يحتاج الأمر من خلال طبعا مراعاة الشروط الفنية للرواية وبخصوصية لكل واحدة من تلك الروايات خصوصية المكان والزمان والحبكة والفترة التاريخية وقد تناولت الحضارة المصرية في أول رواية ثم حضارة الأندلوسوس القلية ثم حضارة الأنباط في مدينة البترة بروايتين النبطي المنشود ونيفرتاري الرقيم الحضارة النبطية ولكنها نبطية في الأردن نعم نعم أسمها الأميرة نيفرتاري وهو اسم فرعوني فعلا لأدلل أو لأشير إلى التواصل الحضاري في المنطقة في الحقب القديمة وكيف أدى ذلك إلى التطور الحضاري الذي ترك لنا الأجداد آثارا لنستنطقها ونصل إلى ذلك التواصل طيب مفردة المفقودة يعني الحضارات القديمة هناك كثير من الباحثين يشتغلوا عليها وهناك مؤسسات سياحية تعمل على إظهار الحضارات القديمة في المشهد اليومي والمشهد الثقافي هناك أعمال درامية أيضا تناولت هذا الجانب يعني دائما حاضر الحضارات القديمة في المشهد اليومي للإنسان لماذا قلت المفقودة؟ هي كلمة المفقودة جاءت لتشير أن هناك بعض الجوانب التي سأقدمها في رواياتي هي جوانب مهمشة وغائبة تماما عن المناهج عن المسلسلات يعني تبرز التفوق الحضاري الحقيقي لحضارات المنطقة بطريقة بعد بحث طويل تفصيلية ودقيقة وتقدمها صحيح من خلال أحداث روائية وتفاعل يؤدي إلى تصاعد الحبكة ولكنها كانت دائما لا تخالف الحقائق التاريخية يعني صحيحة تماما علميا ولكنها جاءت كأنها نابضة بالحياة حتى يستطيع القارئ أن يتواصل مع تلك الحضارات بشكل حقيقي وفعلي يعني مثلا مدينة البترة هي مدينة فلكية هذا لا يقدم للآن هي صحيح أنها نظرية جديدة ولكن كل شيء في البترة يثبت أن المدينة مدينة فلكية بنيت بناء على معارف عرفها أهل المكان عن السماء بدقة ومن خلال قياس الزوايا من خلال اتجاه المباني من خلال معرفة مثلا مواسم الزراعة يعني كانوا على علم وتطور كبير في علم الفلك هذا ما أردت مثلا أن أشير له عن الحضارة النبطية وصف فلكية يعني هذا وصف فقط أنت تبعته أنت يعني وصفت هذه المدينة بأنها فلكية فقط أم هناك باحثون آخرون وصفوا هذه المدينة بأنها فلكية يعني أنا وصفي للمدينة اعتمد على أبحاث متخصصين من أهل المنطقة أو من خارجها يعني عملية البحث التي أقوم بها قبل كتابة الرواية لأقوم بجمع المحتوى المعرفي تكون دقيقة طبعا حتى لا أقع في أخطاء يعني أردت أن أقدم شيئا له قيمة للشباب ليس من المعقول أن أقدم شيئا فيه أخطاء أيضا تاريخية صحيح هو عالم موازي وصحيح أنها قصة من وحي الخيال لكن المحتوى المعرفي لتلك القصص هو محتوى مبني على أبحاث تعاملت مع باحثين في هذه المدينة قبل أن تكتب العمل الرواي نعم أو أنك تعاملت معهم أو تحورت معهم أو عرضت عليهم العمل قبل أن يطبع نعم الأعمال المرتبطة بمدينة البترة تحديدا أنا كنت قد شاهدت برنامجا وثائقيا يقدم المدينة كمدينة فلكية وتتبعت طبعا من هو الباحث وعرفت أنه باحث من مدينة البترة من موادي موسى اسمه الباحث مؤمن النوافلة وأنه له كتاب علمي في هذا المجال النوافلة نعم وأنه له كتاب علمي حصلت على الكتاب قرأت التفاصيل ثم تواصلت مع الباحث نفسه بعد كتابة الرواية ليطلع على المحتوى المعرفي نعم ويعني أكد أن ما قمت بصياغته بطريقة الأدبية وما ورد في السرد الروايي لا يخالف ولا يعني ما فيه أي أخطاء نعم جميل يعني كما قلت أنت عذرتي أربع روايات نعم النبط المنشود نفرتاري الرقيم صندوق سقليوة رصوص الآثار الرواية النبطي المنشود اعتمدتها وزارة الثقافة ضمن برنامج مكتبة الأسرة يعني ما هي المعايير التي يعني اعتمدتها الوزارة التي تختار هذه الرواية دون الرواية الأخرى حتى تكون ضمن برنامج مكتبة الأسرة يعني هو أنا أتقدم طبعا بطلب نعم للوزارة لتضمين هذه الرواية ضمن برنامج مكتبة الأسرة طبعا للوزارة أنا خطوة منك أنت أنت اخترت هذا أنا أتقدمت بطلب اخترت هذه الرواية نعم ولكن نعم ولكن هل الوزارة تقبل ذلك أم لا عندهم لجان ضمن معايير معينة هل العمل قيمة هل يقدم شيء جديد للفئة المستهدفة وهذا يعتبر دعم قوي من وزارة الثقافة نعم نعم للكتاب يعني أنا عندي فكرة كانت دعم المشروع الوطني بتقديم البترة كمدينة فلكية وهو مشروع المفروض أن يقدم للعالم نعم فالوزارة عندما اعتمدت الرواية وطبعتها ووزعتها في المحافظات هي دعمت هذه المشروع ودعمت هذه الفكرة نعم لأنها تقدم أحد أهم معالم الأردن الأثرية نعم بطريقة تليق بها أمام العالم نعم وتقدمها بطريقة جديدة وبصورة جديدة بمنظور جديد معتمد على أبحاث أيضا ابن الأردن نعم فكانت يعني أعتبرها توفيق هذا الباحث هل كان له دور في الرواية حتى وإن كان باسم مستعار مثلا يعني الرواية أنا قدمتها حتى أخلت تجربة الباحث هذا في تقديم مدينته كمدينة فلكية وهو فرد شخص قام بهذا المشروع الوطني الكبير فأنا كريوائية أو ككاتبة أردت أن أشارك من عندي بقلمي في دعم هذا المشروع وتقريبه من الناس يعني كم من الناس سيقرأ كتابا علميا عن المدينة ولكن الأدب الروائي يعني يستقطب ويحب الناس أن يقرؤوا الروايات نعم فأردت أن أقدمه بطريقتي وأن أدعم هذا المشروع ووزارة الثقافة معروف أنه اعتمنت هذا الكتاب ضمن مكتبة الأسرة معروف أن وزارة الثقافة لها هذا البرنامج الخاص المشهد الثقافي المعني بي هناك جانب الرواية الجانب السياحي يعني هل لوزارة السياحة يعني هل عرضت عليك وزارة السياحة ممكن أن يكون هذا الكتاب ضمن منشوراتها ضمن يعني يعني الكتب التي تعدمتها وتوزح على السياحة حتى تكون دليلاً مكتوب للسياح الأجانب الذين يعني يحاولون أن يعرفوا معرفة عميقة لهذا المكان الأثري نعم الرواية عندما أصدرتها أصدرتها باللغة العربية واللغة الإنكليزية حتى تؤدي هذا الدور ويقرأها السياح القادمين إلى الأردن وحرست على توفيرها في مركز زوار البترة وفي المكتبات اللي في المنطقة وقمت بإشهار الرواية في مركز الثقافي لمدينة البترة وكان هذا يعني نوع من الترويج للرواية ولكن كان هناك جهات خاصة ليست وزارة السياحة عقدت مؤتمرات بشأن العلاقة بين الإعلام والسياحة وكانت رواية النبطي المنشود أو الرواية المكانية هي عنوان ورقة بحثية يعني أنا قدمتها في مؤتمرين في مدينة البترة عن دور الرواية المكانية في الترويج السياحي وكيف يمكن للأدب الروائي أن يقوم برفض الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وهو نوع من الترويج المقروع العنوان أقف عنده النوان النبطي المنشود طبعا هناك ربما يصير لبس عند المتلقي أو عند القارئ للوهلة الأولى عندما يقرأ العنوان هناك نوع من أنواع الشعر الشابي واللي اقترم بالبادية أو يسمى القصيد أو القصيد كما يسمى باللهجة البدوية يسمى الشعر النبطي وهنا يعني أريد أن تكون صورة واضحة هل قصدت هذا اللون من الشعر أو قصدت النبطي الباحث الرجل الرمز المرتبط بهذه المدينة الأثرية يعني أنا قصدت الرمز الرجل الباحث المرتبط بالمدينة والذي استطاع أن يكشف أسرارها الذي باحت له بأسرارها حتى هذه الفكرة راقت لي كثيرا كيف أن المدينة على عظمتها باحث بأسرارها لإبني المكان ليس لمثلا بعثات استكشافية أو أجانب فكان هذا العنوان أنا بطي المنشود يعني كأنه الشخص الذي اختارته المدينة حتى تحمله أمانة حياءها من جديد تركيز الضوء عليها إعادتها للحياة نعم جميل أنت قلت التقيت بهذا الباحث وأثناء كتابة الرواية أم قبل كتابة الرواية التقيت بالباحث التقيت قبل وأثناء قبل وأثناء وفي حفل الإشهار الرواية رعته معالي وزيرة الثقافة نعم كان الباحث موجودا في حفل الإشهار أيضا جميل هل حاولت أو التقيت بسياح مثلا أجانب حتى تنظر المكان من خلال عيونهم يعني أو التصورات التي أخذوها في أذهانهم عن هذا المكان حتى توظف في الرواية هو هناك مسار للسياحة الفلكية يقوم به هذا الباحث تحديدا في المدينة ويقدمها للسياح من منظوره الخاص قبل أن أكتب الرواية أنا ذهبت في جولة وكان هو دليلنا السياحي ورأينا المدينة كمدينة فلكية كما يرى السياح الأجانب عندما يستحبون هذا الدليل وقابلت بعض السياح هناك وترى الدهشة في عيونهم ترى الإعجاب في المكان ويستغربون كيف أنه للآن ليس هناك مسار سياحي واضح ومحدد هو مسار السياحة الفلكية للآن هي جهود فردية تقدم المدينة بهذه الصورة جميل صندوق سقلية سقلية معروف هذا الجزيرة التي تتبع ليطاليا وطبعا خضعت للحكم الإسلامي فترة طويلة هذا الصندوق ماذا فيه؟ هذا الصندوق فيه كتاب ابن جبير الذي وصف فيه أقاليم العالم وفيه الكرة الأرضية التي صنعها أيضا ابن جبير من الفضة والتي وضعت أسس علم الجغرافيا فأردت أن أقدم هذا الصندوق لجيل الشباب حتى يبوصوا في أعماقه ويبحثوا عن كنوز أخرى وتشدهم إلى المكان وإلى هويتهم الأصلية جميل ربما الرواية تكون حقيقة العمل الرواي العمل الأدبي يكون مغريا أكثر للقراء أن يطلعوا عليه يطلعوا من خلال الجميل هذا المشروع أنه هناك عملية إغراء من خلال العمل الأدبي حتى يطلع القارئ العربي على هذا التاريخ كثير من المجتمعات العربية تجهل أن هذه المدينة يوما ما كانت تحت الحكم الإسلامي فترة سنين طويلة جميل مررت أنت على هذا التاريخ بالرواية؟ نعم هي كانت الرواية هذا الهدف الأساسي منها أنا أقدم مدينة بعض المدن الأندلوسية وجزيرة سيقليا في عهد الحكم الإسلامي وكيف كان التطور الحضاري والعلمي نعم وكيف كان هناك صراعا ثقافيا وحتى مكانيا بين عدة جهات على المنطقة نعم فأردت أن أربط القارئ بتلك الفترة في أوج الزهار الحضارة الإسلامية جميل رواية لصوص الآثار حقيقة يعني لفت اهتمامي كثيرا هذا العنوان لصوص الآثار وطبعا معروفة الآن كيف تسرق الآثار وكيف تباع وهي الآن في المتاحف العالمية وأيضا دول كبرى تشارك أو تغري أو تشجع اللصوص عندما تقتني هذه اللقى الأثرية وتعرضها في متاحفها وهناك طبعا مشاكل بين الحكومات وخاصة دولنا هذه البلدان الغنية بالآثار يعني الحضارة الأولى والحضارات الأولى كانت في أرضنا في وادي الرافدين ووادي النيل وهناك كثير من اللقى الأثرية هي الآن معروضة في متاحف الأوروبية لفت انتباهي هذا العنوان هل هناك قصة معينة يعني طلعت عليها وسحبتك إلى هذا العنوان لا يهو أنني سرقة الآثار أو نقلها من مكان إلى آخر تفقد الآثار قيمته من حيث تقديم تصور كامل عن الحضارة التي كانت في تلك المنطقة ومثلا الحضارة الآشورية معظم آثارها موجود في المتحف البريطاني هذا النقل أفقد الصورة الكاملة رونقها وبهجتها وتفاصيلها لذلك أنا أردت أن أقدم فكرة من خلال رواية لص الأثار كيف أن الإشكالية التي يقع فيها الناس هل ثمن هذه الآثار كمال وثروة له قيمة أكبر من قيمة الأثر نفسه في مكانه أو قيمته كإرث إنساني حضاري كجزء من هوية هذا الشخص الذي يسعى وراء المال أردت أن أقدم هذه الإشكالية من خلال مغامرة يقوم بها سيده بدوي سرقة الآثار من المقابر بيعها للأجانب ودخول في صراع الضمير من خلال تفاعل أحداث الحبكة وبالنهاية تنتهي القصة بإدراك سيد أن ما فعله كان ذنباً عظيماً بحق نفسه قبل أن يكون بحق الأثار ويقوم بإلقاء فيها رسالة جميل معذرة أن نكمل بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلاً بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الباحثة والكاتب الأردنية صفاء الحطب فاسمحوا لي أن أرحب بوظيفتي أهلاً وسهلاً بكي مرة أخرى سيد صفاء كنا نتحدث عن نصوص الآثار ويعني هناك رسالة واضحة رسالة إنسانية وخز الضمير للحفاظ على تراث الأمم وتراث البلدان الروايات كلها تتحدث أو تتناول أو تشترك بموضوع الآثار والحضارات القديمة مع أن تخصصك لغة عربية واشتغلت في هذا المجال واشتغلت في التعليم في اللغة العربية غالباً ما صاحب هذا التخصص يسعبه التخصص إلى أن يشتغل بموضوع النحو موضوع البلاغة موضوع فقه اللغة موضوع العروض قواعد الشعر لكن أنت بتعدت كثيراً عن التخصص واشتغلت على هذا المجال مجال الحضارات القديمة والآثار ما الذي دفعك إلى هذا الاهتمام؟ هو أنا شغوفة بالحضارات منذ الصغر نعم ولكن عندما اشتغلت في التعليم أدركت كم أن جيل الشباب الصغار يعني بعيد تماماً عن ما كنا نعرفه نحن من خلال حتى المناهج أو من خلال القصص أو من خلال البرامج الوفائقية يعني من باب المسؤولية أردت أن أوظف اللغة التي قد أكون يعني أتقنها نعم في تقديم هذا المشروع لجيل الشباب من باب المسؤولية كمربية يعني كنت مربية في المدرسة فأردت أن أنقل هذا المشروع خارج حدود الصف والمدرسة إلى كل الشباب والفتيان في العالم في العالم العربي تحديداً نعم المشروع عندما أطلقته يعني بدأت بجهود فردية يعني أحاول أن أروج له أن أقدمه ولكن يعني الحمد لله أنه لاقى استحسان مثلاً الجهات الرسمية لاقى استحسان بعض المكتبات الخاصة فأحصل هناك تلاقي بيني وبين الشباب مباشرة وهذا الشيء طبعاً أسعدني جداً ودفعني إلى المزيد من الكتابة ويعني شعرت أن الهدف الذي أفكر به يمكن تحقيقه نعم واستهدفت الشباب بروايات تناسب المرحلة العمرية عدد صفحات أقل من المئة كتاب يشبه روايات الكبار بالتصميم الداخلي والغلاف وهذا طبعاً يحاكي رغبة الجيل الشباب بأنه مع الكبار ولكنه في الحقيقة هو يريد خطاب معين يناسب المرحلة العمرية والمرحلة الفكرية وبجمل قصيرة أحداث سريعة تناسب حتى عصر السرعة جميل أنا أفهم منك من ذلك أن المناهج التعليمي لأن تفتقر لهذا الجانب جانب يعني التعريف بحضاراتنا بثقافاتنا بآثارنا لهذه البلدان وأنت أخذت على نفسك أو على عاتقك أنك تتحملي هذه الرسالة وتسيرين في هذا الخط يعني هي المناهج قد تقدم معلومات ولكن معلومات جامدة أنت تريد أن تخاطب بوجدان المتلقي خطاب الوجدان يحتاج أدوات أخرى غير تقديم المعلومة الجافة علميا يعني خلال كتاب منهجي يعني يجب مثلا زيارة الأماكن يجب مثلا تحفيز الإبداع عند هؤلاء الشباب أن يكتبوا لهذه الأماكن أن يعرفوا بعض التفاصيل من خلال حكايات الحكاية أو القصة دائما تقرب الفكرة فهذه الأماكن الأثرية التي يراها الناس حجارة صامتة هي ليست حجارة صامتة هي حجارة تختزن الكثير من ما تريد أن تبوح به هي تشعر بأنها تريد أي شخص يستمع حتى تبوح له جميل أطلقتي مشروع قصة مكان يرويها الزمان يعني تقدم أيضا الأماكن الأثرية في الأردن من منظور جديد عبر مقالات بحثية كما تقولين تقولين من منظور جديد فماذا اختلف أسلوبك عن من سبقك؟ يعني عندما أزور المكان الأثري في الأردن أبحث عن مثلا أثار الحضارة النبطية يعني أنا مهتمة جدا بالحضارة النبطية لأنها غطت كل المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول المجاورة أريد هذا الربط هذا المنظور المختلف والجديد أريد أن أربط الحضارة البلد هنا بحضارات المنطقة يعني مثلا بقلعة السلع بالطفيلة هناك نقش آشوري في أعلى القلعة طب هذا النقش وجوده يدل أن هناك تواصلا حضاريا قويا كان في تلك الحقب الماضية ولا يوجد من هذا النقش إلى أربعة في العالم فالتركيز على هذا الجانب ماذا يمثل النقش؟ ملك أمامه ثلاث رموز فلكية نجمة وقمر ويحمل صولجانه ويقف يعني هي هو مشهد تكريمي موجود في الطفيلة في الأردن في قلعة نبطية نعم فهذا يدل أن علم الفلك اللي كان متطور في المنطقة ليس محدودا في رقعة جغرافية واحدة أردت أن أركز على هذه معلومة جديدة حقيقة يعني دائما نقرأ ونتابع أنه مدينة البتراء تحتوي على هذه الآثار والمدينة القديمة للأنباط لكن الطفيلة مع أنها ليست بعيدة كثيرا عن الأمباط لكن أنه فيها آثار للحضارة النبطية يعني معلومة جديدة يعني هناك خربة التنور هذا موقع آثري نبطي في الطفيلة معظم آثاره موجود الآن في أمريكا يعني تخبرك كم كان الأمباط يعني آثار مسروقة يعني هي لن أقول مسروقة ولكنها منقولة بشكل أو بآخر لا أدري هل هي اتفاقيات هل هي إعارة لا أدري كيف ولكنها يعني تخبرك يعني منقولة بشكل رسمي أم كيف نعم هي منقولة بشكل رسمي أنا بحثت عن تمثال يسمى حاملة البروج نعم يؤكد ويثبت معرفة الأمباط بعلم الفلك يعني نقل من الطفيلة نعم نقل في الثلاثينيات القرن الماضي نعم كان هناك باحث أمريكي اسمه قلوك نعم نقل الآثار إلى مدينته إذن هي السرقة لا أدري هل هناك اتفاقية أو معاهدات يعني في فترة الثلاثينات كانت المنطع كلها تحت يعني هناك نسخ من تلك الأثار هنا يعني حصلت على صورها في ذلك المتحف تدل على معرفة الأمباط بعلم الفلك في عالم البحار طيب مسعت الجهات المختصة بأن تستعيد هذه الآثار يعني هناك اتفاقيات أن الأثار مقسمة بين الجهتين بين المتحف الأردن وذلك المتحف هذا ما عرفته أنت مؤسس ومدير موقع ذات نعم الألكتروني الثقافي اختيار هذه العبارة طبعا كما قلت لغويا أنت يعني اختصاص لغا كلمة ذات إذا لم تضف تبقى مبهمة صحيح اختيار هذه المفردة ماذا عنيت به دون إضافة نعم أنا لي شريك في هذا الموقع هو الأستاذ مروان العياصرة اخترنا الإسم معا ولكن يعني هو دعوة لكل الكتاب يعني طبعا هي ذات إلا ما يكون متضمنة لصفة نعم يعني ذات وعي ذات ثقافة ذات فكر ذات شعر نعم هي دعوة لأولا الكتاب إذن تأويل مفتوح نعم نعم جميل أنا اطلعت على هذا الموقع حقيقة وقرأت مقالات كثيرة أشياء جدا مهمة ومفيدة لكتاب كثر وطبعا وطلعت يعني مقالات لحضرتك مقالات سياسية ومقالات أدبية يعني ودي أن ندخل في ما يخص الأدب يعني كتبت مقالات كثيرة في مجال نقدي نعم ودي أن نطلع من خلال من خلالك على الأجناس الأدبية التي استهدفتها في في هذه المقالات النقدية هو عادة بستهدف الأنواع السردية نعم أحاول أن أقدمها كما يقال بطريقة قراءة الذائقة أريد أن أجد الخيط الواصل بين وجدان الكاتب ووجدان المتلقي نعم فعندما أقرأ العمل لا أبحث في تفاصيله الداخلية كناقدة متخصصة وإنما أبحث ما وراء الكلام المكتوب كيف فكر الكاتب بماذا شعر يعني أبحث عن الرابط قد يعني أحاول التأويل قد أنجح في ذلك وقد لا أنجح ولكن أريد أن يعني أجعل العمل مضيئا أمام القارئ حتى يتشوق لاقتنائه لقراءته نعم وأن أركز على الفكرة الرئيسية أو عن ماذا تحدث العمل بشكل عام كان لتجارب في تقديم بعض الدووين الشعرية مثلا مثلا ديوان أهش بها على ألمي لشعر الفعوري نعم يعني أرجو أن أكون وفقت في لفت نظر القارئ يعني عالي الفعوري حقيقة شعر مميز نعم صحيح يعني أقول له دائما أنت أنت ساحر صحيح عندما نسمع القصائد وحقيقة يأتي بأسلوب جديد بمعنى جديد بتوظيف المفردة توظيفا جديدا وهذا ما لفت نظري الصورة الفنية في شعر عالي الفعوري نعم ويعني توظيف حتى الحواس نعم في عملية تبادل الحواس هذه تجعل القارئ نعم ينشط بطريقة يعني طوال الوقت وهو يتخيل نعم وهذا شيء يحفز حتى الذهن على يعني التماهي مع المعنى والتواصل مع الشعر نعم جميل هذا هو استخدم التناصل القرآني هك شو بها على غنمي هو قال هك شو بها صحيح يعني يصف الأم يعني أنا حاولت أنا حاولت التأويل أنه قد يكون أراد أن يبوح للقارئ بسر من الأسرار وأن أمه هي رحمه الله هي التي علمته هذا أو موسقته كما يقول نعم ليقدم لنا كل هذا الجمال جميل حضرتك نائب رئيس جمعية الرواد للسياحة الفلكية نعم التابعة لوزارة السياحة حقيقة وقفت أنت قبل قبل الفاصل تحدثت عن أنه مدينة البطراء مدينة فلكية نعم أو أنه هذه المدينة ترتبط فلكيا حياتها لكن بدي أن نقف على تعريف السياحة الفلكية بشكل تفصيلي أوضح ما هي السياحة الفلكية؟ السياحة الفلكية هي تقديم المدينة لزوارها بناء على المعارف التي اعتمادها من بنى تلك المدينة أو منحتها في الصخور نعم يعني هناك علم الفلك الآثاري الذي يقوم بدراسة المباني أو الآثار نعم بناء على وظيفتها في تلك الأزمنة كيف بناها أهلها بماذا فكروا كيف كانوا يستفيدون من تلك المعلومات في المواسم الزراعية في علم الفلك في التقويم أردنا نحن المجموعة يعني من المهتمين ومن الباحث مؤمن النوافلة وبعض المتخصصين نعم بإنشاء تلك الجمعية حتى نقوم بتوفير دورات التي لقى السياحيين كيف يقدم المدينة لزوارها بطريقة جديدة من منظور جديد نعم كيف يستطيع يعني الآن هذا هو الدور الرئيسي الذي نقوم به نعم التدريب المتخصص في علم الفلك الحديث وفي علم الفلك الآثاري طيب لماذا لا تقوم وزارة السياحة يعني أنتم جمعية أسستم أنتم الجمعية لماذا لا يقع ضمن اختصاص وزارة السياحة أن تقوم بتأسيس قسم أو شعبة يعني تتناول هذا الجانب لماذا تنتظر الوزارة أنكم أنتم تقوموا بتأسيس جمعية ثم ترتبطوا الوزارة يعني هذا منتج جديد بناء على أبحاث جديدة فنحن قمنا بتأسيس هذه الجمعية وتقدمنا بطلب أن نكون تابعين لوزارة السياحة وفعلا وافقت الوزارة ونعمل الآن تحت مطلة وزارة السياحة ولكن نقوم بدور الآن تدريبي وتعليمي وأكاديمي إلى حين اعتماد هذا المسار بشكل رسمي مثل مسار المغامرات مثل مسار السياحة الدينية يعني نحن خطوة استفاقية تقومون بإقامة دورات لمن؟ لدلاء السياحي للمرخصين نعم نقوم بإضافة يعني على ما يعرفون الترشيح من قبل الوزارة يعني يعني يأتي متطوع عن هذا الدليل السياحي ونحن السياحي الآن نعمل من خلال التنسيق مع سلطة مفوضية إقليم البترة نعم لأن هي مدينة البترة النموذج الحي والحقيقي لمدينة الثلاثية نريد أن يكون التطبيق فيها أيضا نعم منذ متى تأسس هذه الجمعية يعني إنها تقريبا عام واحد نعم يعني ممكن نقول هذا الجمعية هي ثمرة هذا العمل الروايي ممكن يعني هي تتم للمشروع أو تزامنة ولادة مع ولادة هذا العمل الرواي يعني كانت تتم للمشروع هي يعني خطوة تؤدي إلى خطوة أخرى في الناس المجال جميل لك تجربة أخرى حقيقة ضمن هذا الإبداع الفضاء الإبداعي وهو كتابة السيناريو وعملتي كمطور نصوص مع الهيئة الملكية للأفلام ودي أن يعني نطل على هذه التجربة الأخرى التي قلت تدخل ضمن فضاء الإبداع نعم أنا أحب الأفلام نعم وأحب الاهتمام بتفاصيل السيناريو كيف تمت كتابة السيناريو فكان لابد من أن أتقن أدوات كتابة السيناريو فتقدمت يعني إلى دورات في وزارة الثقافة في ثلاث مواسم نعم وكانت الدورة التي أكملت يعني هذا العمل تماما دورة من تنظيم الهيئة الملكية للأفلام يسمها الاقتباس السينمائي من الأدب وكان مدربنا من مصر اسمه رامي عبد الرازق هو محترف وله أعمال يعني معروفة في العالم هذه الدورة نقلتني في مجال كتابة السيناريو يعني حضرنا تقريبا 14 فيلم مصري تم اقتباسها من روايات نعم ويعني رأينا كيف تم التعامل مع الأدوات الفنية للعمل المكتوب والعمل المرئي نعم وقمنا باختباس أنا قمت باختباس فيلم الرواية للدكتور ابراهيم غبيش شارع الظل اسمها 104 مشاهد وشاركت وشاركت أيضا في تطوير نصوص في برامج ورشات عمل مع الهيئة الملكية لصناعة الأفلام مسلسلات محلية تطوير نصوص لكتاب شباب يعني أنا فخورة بهذه التجربة هل هناك أمثلة يعني قدمت النصوص أنت عملتها وتحولت إلى دراما مثلا يعني عندما نقوم بتطوير النصوص لعمل ما هو يعني ينتظر أن يدخل في مرحلة الإنتاج والتصوير يعني هي مرحلة السيناريو سابقة كثيرا لمرحلة العرض للآن لم يعرض شيء من ما اللي عملنا عليه ولكن هذا العمل يعني حتى يسقل أدوات الكاتب الروايي نعم طيب أنت كمطور أنا هذا المفرد أيضا لفت انتباعي كمطور يعني يعرض عليك نص معين مثلا هو مكتوب أساسا وتقومين بتطوير هذا النص كيف العملية عملية التطوير كيف تقول عملية التطوير إما يعني يكون الإطار العام أو الملخص للعمل يقدم لك ويطلب منك أن تطور الشخصية الرئيسية أن يعني تمشي معها الشخصية من أول حلقة لآخر حلقة الشخصية الرئيسية يعني بأبعادها النفسية والشكلية وتفاعلها مع الآخرين هذا عمل مرهق ومهم لأنه يعني بعد هذا العمل تقوم ببناء بقية الشبكة الهندسية التي تدور حول الله ولكن نحن قمنا بمشروع كان يتم عرض الفكرة فقط نعم ثم يبدأ فريق العمل بإعداد سيناريو بإعداد سيناريو من أبطال يعني أنت تضع بالأول المنخص نعم ثم المعالجة هي المعالجة هذه التي كنا نقوم على تطويرها ثم بعد ذلك نبدأ بكتابة السيناريو التفصيلي اللي هو وصف حركة الأشخاص والحوارات بينها جميل إن شاء الله بالتوفيق سعدنا بهذا الحوار المشوق الجميل وتمنى لك مزيد من الإبداع في مجالات الحياة الجميلة السياحة والعمل الروائي والعمل الإدرامي شكرا لك الباحثة والكاتب الأردنية صفا الحطة شكرا لك وأنا سعت أيضا بهذا اللقاء والله يعطيك العافية شكرا لك شكرا لك عزيزي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستوديعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة